عمر سألت نفسك للناس بيلبسوا لبس مرع في يوم الهالوين واعلقت اليقتين اصلا باليوم ده وكمان اعلقت التحدث مع الموتى في اليوم ده بالذات اللي عملوا الديانة دي اصلا يا جماعة كان من زمان خالص في اصحاب الديانة الكاسوليكية تمام الناس دي يا جماعة كانوا مسمين اليوم ده بيوم السماهين او السهوين تمام وطبعا يا جماعة قبل ما يكون اسمه هالوين الناس دي يا جماعة كانوا بيحتفلوا باليوم ده في يوم واحد نوفمبر ويوم واحد نوفمبر ده كان يا جماعة بيصادف في يوم او فصله او موسم حصاد اليقتين فكانوا بيحتفلوا بواحد نوفمبر لان يا جماعة الخير بكل بساطة هما كانوا بيؤمنوا ان السنة بتنقسم لي فصلين فصل النور وفصل الزرام فواحد نومبر ده كان بداية فصل الزرام وفي نفس الوقت حصاد اليقطين فكانوا بيحتفلوا بحصاد اليقطين وبيحصدوا اليقطين عشان كده يا جماعة بتلاقوا ان اليقطين في كل حتة في يوم الهالوين تمام؟ وجماعة برضو كانوا بيحتفلوا بواحد نومبر كأنه بداية فصل الزرام عندهم فيا جماعة كان في حاجة بيأمنوا بيها وهي ان الارواح بتاعتهم الناس لما بتموت عندهم بيفضلوا روحهم بتفضل قاعدة في نفس المكان اللي مات فيه لحد يوم واحد نوفمبر بتتحرر كل الارواح بتاعت السنة اللي ماتت فيها الارواح القديمة طيب دلوقتي تسألوني هتقولوا لي طيب يا مريم ايه دخل الحاجة اللي انت قلتيها في ان هم بيلبسوا لبسوا مرعبوا ليه ومش عارفة ايه قلوكم استنوا على العيه شوية ايه جماعة طبعا كانوا برضو بيقمدوا بحاجة ان الارواح دي اللي بتموت طبعا بيكون فيها ارواح طيبة وارواح شريرة فجماعة شان الارواح الطيبة دي اا كانوا بيسيبو لها كراسي ومش عارفة ومكاعد ويفتحو لها شبابيك طبعا بيسيبو لها كل حاجة فاضية عشان اا يقدروا ان هما يودعوا الارواح الطيبة ولكن يا جماعة الارواح الشريرة عشان خايفين ان هي تضرهم كانوا بيلبسوا لها لبس مرعب عشان الارواح دي تخاف منهم ويما تضرهمش وطبعا اللبس المرعب ده اكيد دلوقتي استمتكتوا انه هو اللبس الهالوين يا جماعة كانوا بيتباسوا لها اللبس يعني انه هو في قمة الرعب ومش عارف ايه عشان بس انه يعني يخافوا منهم الارواح دي وبالتالي ليش اي حاجة كده هتضرهم ولا هتأذيهم ومش عارف ايه تمام ازاي ما قلت لكم كانوا بيسيبوا مقاعد فاضي يا جماعة وشبابيك بيسيبوها برضو مفتوحة عشان يودعوا الارواح الطيبة ويقعدوا معاهم ومتكلموا فياب يا جماعة الخير دي كده جوابنا انه ليه بيتبسوا يعني لبس مرعب وكمان ليه يعني بتشوفوا اللاقتين في كل حتة حرفان اللاقتين في كل حتة حتى في ماب بيوت يعني مش شايفين فياب طبعا يا جماعة الخير دلوقتي هنقول لكم يعني ليه ايه علاقة التحدث بالموتة او التحدث مع الموتة انه زي ما قلت لكم يا جماعة بكل بساطة هم بيقيمون يا جماعة يعني بانه يقدروا يتكلموا مع الارواح اللي ماتت من سنة او يعني يعني مثلا الارواح اللي ماتت في يوم 1 نوبمبر ده بيلموا كل الارواح عارفين يا جماعة الحصاد هم حرفان بيحصدوا كل الارواح يشيروا منها الوحش اللي هو الارواح الضرة يعني بيشروها وبيلبسوا لها لبس مرعب اما الارواح الطيبة بيسبولهم مقاعد فاضية زي ما قلت لكم وكانوا بيقولوا لهم ما تخافوش مننا احنا ناس طيبين زيكم ولكن نفسين كده عشان الارواح ما تضروا ناس عشان كده اصلا يعني هتلون حرفيا الحاجات هناك يعني العادات دي حرفيا هناك مكسافة عندهم بيسبولهم الحاجات دي لحد دلوقتي فعلا يعني تمام ومش عارف الحرفين في جزء من الكسوليكيين برضو كد بيأمنوا بالحاجات دي المهم يا جماعة طبعا دلوقتي يعني جاء فكرة انه هل اصلا الحاجة دي عندنا محرمة ولا لا اكيد طبعا يا جماعة محرمة احنا ما عندناش حاجة اسمها التحدث مع الارواح ويهي طبعا كل الكلام ده يعني حرام لا يجوز في دلنا احنا تمام اصلا فيش حاجة اسمها كده يعني لان هما بكل بساطة فعلا معتبرينه يعني عيد احنا ما عندناش غير عيدين بس طبعا دلوقتي هقولكم بقى يعني اللي سموه بهالوين ولكن يا جماعة الخير بعد القصة اللي حكيتها لكم دي كلها انه ليه بيلبسوا كده وليه بيأمنوا بالتحدث مع الارواح وليه ايه علاقة يوم يعني حصات الدلقسين وكده دلوقتي يا جماعة قلت لكم في الاول ان هو كان اسمه سمهين او السهوين طبعا جي في الاخر سموه يعني حصلت قصة تانية بس طبعا دي عايزة فيديو بتهني فمش شط يعني شطر ما قولهاش فيابا مهم حصلت في القصة دي يعني انه تم تغير الاسم من سمهين او السهوين سموه هالوين عشان يكون مشترك مع اصحاب الديانتين الكاسوليكية والمسيحية حرفان يا جماعة ده اسمه عيدة عندهم يعني مش احنا عندنا عيدين عيدة الفترة وعيدة الاضحى هم حرفان ده عيدة عندهم فهمين فحنا بفعش ان احنا نيجي نحتفل بعيد يعني مش عيدنا اصلا واصلا احنا ما نشغل عيدين يعني سويب يعني انتو بتشوفوا حد بيجي احتفل بعيدنا فانتو يعني ما تحتفلوش فهمين بكل بساطة سويب يا جماعة الخير طبعا دي كانت القصة وما فيها والرواية واكملها يعني عسان يا جماعة تفهموا كل القصة سويب لو وصلت الحد هنا يا جماعة ما تنسوش تحطولي اللايك وتشتركوا في القناة وبس كده يا جماعة الخير يلا see you